في الفيديو النهارده هنتكلم ازاي تعمل صحابه ازاي حكا الشباب عامليني يا رب كنوا بخير لا او مرة تشوفني انا كمعفة بقى دي محتاجة لافة تلمت الفجهة اسبيكا تدخل جدا قد لك لفة لا عجبك المحتاجة ما تستاش تعمل لايك وشيره وسبسكرايب ويلا بينا على طول قبل اي حاجة كالعادة شكرا جدا على الدعم الخرافي اللي بيحصل على اليوتيوب احنا وصلنا دلوقتي 1200 سبسكرايب ده قبل ما ننزل الفيديو ده بعد ما ننزل الفيديو ده مش عارف انت هتصريني القديم فشكرا جدا على الدعم الخرافي او اي واحد عمل لايك او شير او سبسكرايب او اي حاجة فشكرا لكم جدا يلا بينا نبدأ على طول عشان ما انتهاش وقتك ما حصل لكش مرة جدا وانت ماشي في الشارع او ماشي في الجامعة او ماشي في المدرسة لقيت شلة صحاب جدا بيهضروا بيتحاكم مع بعضين جدا بيرحوا مع بعض في كل حتة و بيرحوا يأكلوا مع بعضيهم والكلام ده واتمنيت أن انت يبع عندك صحاب زي دول او تنضم الشلة زي دول او مشفتش معسلا جدا تنين صحاب بيرحوا مع بعض في كل حتة بيعملوا كل حاجة وبيتصوروا مع بعض دايما وتمنيت ان انت يبع عندك صاحب زي ده طب الفيديو ده أنا هتكلم عن ست حاجات تخليك تعمل شلة صحاب او تختار الصاحب الكويس ليه لك كويس علشان الناس تبقى حابة انها بتصاحبك انت بش انت الذي تدور على حد كويس لا لو انت كين كويس و صادقکcharlı هوا صاحب جدعوoria الكلام ده. هتلاقي الناس لوحدها هي عايزة تصاحبك خليك انت لا الناس االنصاحبك بش انت اللي تصاحب الناس. هي مش غرورة ولله بس هي حكاية confort la Harry Clinton. خلي الناس spirit staffビته senator. هي اللي تبقى عندها فضول انها تتعرف عليك وتتمنى ان امتها بتبقى صاحبتك انت بش انت اللي تتم اختيش ساحبك لو انت خليتك مميز هتبقى انت مختلف عنهم او مختلف عن الناس عموما يعني انا مثلا كيوتيوبر مثلا مش كتير قوي مفوض بيبقى يوتيوبر الكلام ده يعني فبيبقى انا المصدر اللي الناس بتبقى عايزة تعرفني اللي هو لأ ده بيعمل فيديوهات فهو بيعمل حاجة مختلفة او شاطر في الحاجة اللي هو بيعملها دي فاحنا حابين اللي احنا اللي اتعرف عليه او حابين نبقى اصحابه هو ففكرة ان انت تبقى مختلف او شاطر جدا في المجال بتاعك او حلو جدا في الحاجة اللي انت نفسك فيها دي بتخلي الناس تبصلك اكتر وتحب اللي اتصحبك اكتر لو انت عملت اول حاجتين دول صح وبرده لقيت برضو الناس مش حابة تتعرف عليك او كل ما تدخل شلة تلاقيهم بيبادوا عنك انت اكيد في المرحلة التالتة دي ان انت افهاتك رخمة عاين رخم جدا في نفسك لزقة افهاتك مش قوي باختصار جدا انت تخيل جدا لو انت جدا كويس جدا وعملت لنفسك شخصية حلوة وحلو في الباشن بتاعك او حلو في المجال بتاعك بس انت اكيد الناس بش هتحب اللي هتعرف واحد اكيد الحتة دي تفهمت كويس قوي ندخل على البعدي على طول رابع حاجة وهي مرتبطة بالتاني حاجة شوية ان انت شوف ايه اللي نقصك وكمله يعني انت مسلا شوف انت كويس في ايه وايه اللي نقصك او ايه الحاجة اللي انت نفسك تبقى عندك فتكملها اذا كان مسلا خف الدم اذا كان مسلا حاجة معينة جدا اكيد الحتة دي انتو مفهومة كويس يعني فننقل على البعديه على طول خمس حاجة ودي وقعت فيها انا شخصيا اختار اللي شبهك او اختار المجتمع اللي يعليك او اللي ينميك او اللي هو يساعدك في الحاجة اللي انت اصلا بتحبها لو انت عملت الاربع حاجات الاولين دوله بقيت كويس جدا وصاحبت ناس بش شبهك او صاحبت نفس ما عندهمش نفس اهتماماتك او صاحبت ناس اللي هو بيحاول يقعوك بأي طريقة ويحبطوك يبقى ده بالصاحب مالهاش لازمة اصلا الصحبية لو هي جدا انا كنت وا بقى في الغلط ده وكنت فرحان جدا بصاحب اللي عندي بس اتلعت اللي انا في مجتمع كله مش بيدعمني في مجتمع كله بحيس اللي هم عايزيني يوقعوني في اللي انا في ايه اللي هو لأ انت مش هتنجح جدا لأ الفيديو زي اللي انت بتعملها دي مالهاش لازمة الحاجة اللي انت عايز تعملها دي مالهاش مستقبل فاللي هو انت لو لقيت حد جدا خلاص سيبه انت اختار حد شبهك اختار حد بنفس امكانياتك وبنفس العقلية بتاعتك وبنفس البشن بتاعتك او حتى لو بيش وانتو بتدعموا بعضيكم فخمس حتة دي مهمة جدا انك تختار حد شبهك تختار المجتمع اللي ادعمها سادس حاجة وهي لو انت عملت الخمس حاجات الاونين دول بس السادس حاجة دي حصلت فهي هتفشك الموضوع الصحوبية ده كله البنات انا عارف ان البنات هتتفرج على الفيديو دلوقتي ممكن تزعل شوية بس هي دي الحقيقة اي بنت هتدخل في اي شلة ولاد شلة دي فركشة خالص هتقولي لا احنا شلة ولاد وبنات وبنعرف نوازن بعضينا وبنعرف نهزر وعارفين حدودنا والكلام ده دايما هتلاقي فيها مشاكل مش لازم تتفرجش بس دايما هتلاقي فيها مشاكل فانت ليه يبقى عندك مشاكل وتوجع دباه لك نفضوا خلاص ما تحاولش تدخل معوضوع البنات في معوضوع الصحابة عشان هتخسر الاتنين دي حاجة عن تبربة شخصية تقريبا هي دي الستة حاجات اللي لو انت عملتها مية في المية ان شاء الله هتلاقي الصاحب الجدع او هتلاقي الصاحب اللي شبهك او هتلاقي المجتمع اللي ادعمك وهتبقى من الناس اللي عندها شلة والكلام ده ما تنساش تعمل للحاجات اللي هتظهر هنا دي جده هتنفعك جدا وهيجيلك اي في حياتي لو اي فيديو نزلت او اي صورة او اي حاجة بالزبط فكالعادة دوسا كوتس سلام عليكم اشتركوا في القناة